ثلاثة وسبعون عاماً مرت على النكبة الفلسطينية حينما ظن الصهاينة أن الخامس عشر من آيار في عام 1948 هو الراحة الأبدية لهم بتهجير الشعب الفلسطيني وقيام دولة الصهاينة يوم النكبة الذي أصابت جسد العربي في الصميم وبعث مشاعر اليأس والاستسلام عند كثير من الحكومات العربية وبدت الأمور كأن فلسطين شطبت من الخارطة ولم يعد للفلسطينيين طاقة لاستعادة أرضهم أو المقاومة من أجلها بعد أن شرد مئات الآلاف منهم ودمرت مئات القرى وشيدت مكانها المستوطنات ولم يعد لفلسطين إلا ما يخلده أدب المأساة في الأشعار والروايات ماذا بعد ثلاثة وسبعين عاماً؟ انتفاضة فلسطينية تعد هي الأشمل والأكثر تنسيقاً لم تقتصر على الضفة أو غزة بل كان الأقصى منارة انطلاقتها والقدس عاصمتها واتسعت لتشمل كل المدن الفلسطينية المحتلة حتى في يافا وحيفا وعكة فكان عنوان المرحلة الحالية الأبرز سقوط أوهام قتل القضية الفلسطينية بعد ثلاثة وسبعين عاماً لم يترك الكيان الصهيوني منذ تأسيسه وسيلة إلا واستخدمها لقتل القضية الفلسطينية معتمداً على الدعم الأمريكي والتحيز الغربي الواضح والتمزق العربي فبعد أن هجر وقتل ودمر بدأ يعمل على صعيد التصفية الفكرية والنفسية للقضية عبر سياسة ناعمة تكللت بتطبيع عربي حكومي وكان قرار ترامب بتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس الخطوة الأخطر في إكمال مسلسل النكبة لكن بلا مقدمات ودون أي تخطيط مسبق تنقلب الموازين في ظرف أسبوع واحد عندما قام الصهاينة بتهجير عائلات في حي الشيخ جراح فكان الرد بالانتفاضة الكبرى التي لم تقتصر على حدود فلسطين بل أيقظت قضيتها في الضمير العربي والإسلامي وبعدة صواريخ فقط انطلقت من غزة إلى تل أبيب وبعض المستوطنات دب الرعب في قلوب المحتلين وأيقنوا أن مخططات 73 عاما لم تستطع أن تخمد الجمر الذي تحت الرماد ترجمة نانسي قنقر